كلما اقترب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق طفى على السطح مزيد من النزاعات والقضايا المتعلقة بنفوذ القوى السياسية في بعض المناطق لسيما تلك المسمى بالمناطق المتنازع عليها مع سلطات كردستان العراق في محافظتي التاميم ونينوى فالأكراد يتوجسون قلقا من الانتخابات المحلية في المحافظتين في ظل انتشار مسلحين ميليشيات الحجد في أنحائهما ما يهدد بتزوير الانتخابات ضد مصالح الأكراد في كاركوك والموصل ويرسم خارطة سياسية جديدة في المحافظتين تخدم أهداف الحجد ومن ورائه نظام طهران وبحسب متابعين للشأن العراقي فإن غياب قوات البيشمارك الكردية عن محافظتين نينوى والتاميم ليس مجرد تراجع عسكري ميداني لأكراد العراق بل إنه سيترجم إلى خسارة سياسية في حال جرت الانتخابات في المحافظتين بالنظر إلى أن القوات العسكرية في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي تعد أداة انتخابية لمن يتحكم فيها إن لم تضمن له جلب الأصوات فهي على الأقل تمنع استيلاء غيره على أصواته من هنا فإن أكراد العراق يسعون إلى إعادة قوات البيشمارك إلى نينوى والتاميم بما فيهما من تنوع عرقي وديني ومذهبي قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي من الممكن أن تغير خريطة التمثيل السياسي فيهما ورغم أن مفوضية الانتخابات اقترحت إجراء الاقتراع منتصف تشرين الثاني المقبل إلا أن الحكومة في بغداد لم تقرر بعد موعدا محددا له في حين يرجح مراقبون أن تجرى الانتخابات مطلع العام القادم ما يعني استمرار التجاذبات بين القوى المؤثرة على المشهد السياسي في نينوى والتاميم بل وربما تصاعدها في ظل صراع أكبر على النفوذ يشهده العراق بين أمريكا وإيران صراع يتغذى على دماء العراقيين ومستقبل أجيالهم القادمة